جو بايدن مقاليد السلطة في البيت الأبيض تتزاحم التوقعات والتساؤلات بشأن لقاء يجمعه بالرئيس الروسي بلاديمير بوتين ليكون اللقاء الرئاسي بين واشنطن وموسكو واحدا من أهم ملفات العلاقات الدولية هذه العلاقات التي لا تنقطع ولكنها في الوقت عينه متوترة باستمرار بوتين وخلال مقابلة مع قناة NBC News الأمريكية اعتبر أن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها معربا عن أمله في أن يكون نظيره الأمريكي جو بايدن أقلا دفاعا في خطواته من سلفه دونالد ترامب فهل تشهد العلاقات الأمريكية الروسيا فراجة أم تزداد تعقيدا؟ على مدار تاريخها لم تتوقف بوصلة العلاقات بين قطبي الحرب الباردة روسيا والولايات المتحدة في اتجاه واحد لكنها اليوم وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أسوأ حالتها منذ سنوات علاقاتنا الثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة حتى الآن أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق السيد ترامب شخص غير عادي وموهوب قد يحبه البعض والبعض الآخر لا لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسستي الأمريكي الرئيس بايدن بالطبع يختلف جذريا عن ترامب إنه شخص محتلف قضى حياته في مجال السياسة وآمل كثيرا أن لا تكون هناك أي تحركات قائمة على الانفعال من جانبه في هذه الظرفية تحديدا أي تصريح من الجانبين يأخذ نحو الموعد المهم فثمت قمة من المقرر أن تجمع بين بوتين وبايدن بعد أيام فقط في جناف السويسرية وما قبلها من مواقف وتصريحات إما من شأنه أن يساهل الطريق أمام عقدها أو يعقدها في الطريق إلى جناف كانت موسكو أكثر وضوحا بعد أن حسمت موقفها علنا بضرورة خفض مستوى التوقعات لكنها تتفق مع الجانب الأمريكي في أن اللقاء فرصة جيدة لمنع علاقاتهما من المزيد من التدهور بطرح ما يثير قلقها والملفات الخلافية بين الجانبين كثيرة على رأسها الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الولايات المتحدة مؤخرا وسط اتهامات لروسيا بالضلوع فيها كما تصاعد الخلاف بينهما على خلفية مطالبة واشنطن لموسكو بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني ودعمها ما وصفته بحق المواطنين الروس في الاحتجاج السلمي وهو ما رفضته روسيا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية وفي عهد بايدن لم يتغير موقف واشنطن بشأن الاعتراض على حصول تركيا على منظومة الدفاع الروسية S-400 تقف العلاقات الروسية الأمريكية عند مفترق طرق كذلك بسبب التقارب الروسي الصيني المتنامي على أكثر من صعيد إلى جانب صراع الحدائق الخلفية بين الطرفين ومن ضمنه رفض واشنطن القاطع لضم روسيا لجزيرة القرم عام 2014 ونرحب بضيفين من موسكو الأكاديمي والديبلوماسي السابق فيتشلاف ماتوزوف ومن واشنطن المستشارة السابقة في البيت الأبيض باسم الغصين أبنا بكم أبدأ معك سيد ماتوزوف بين معادلة الحرب الباردة ومعادلة اليد الممدودة قبل شهرين جرت راشق واتهامات وصلت حد القتل بين الرئيسين الروسي والأمريكي كيف يمكن قراءة موقف بوتين عبر محطة إعلامية أمريكية بأن العلاقات في أدى مستوياتها اليوم بلا أي شك أنا خلال سبع ثانوات الماضية علاقات صناعية بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى تدهرت إلى درجة غير مقبولة ويمكن أن نقول أن هذه الدرجة وصلت إلى تحت صفر عندما وفق بايدن على تسنيف بوتين كشخص قاتل وفيما بعد اتهاماته عن قتل بعض الجماعية ببعض المناطق أخرى لذلك هذه فكرة غير بناعة وغير معقبولة من كل أطراف الدولية وروسية خصوصا ولذلك روسيا مستعدة لحوار مع أكبر الدولة في العالم وهي الولايات المتحدة لأمريكا لكي يسلحوا لتسليح هذه العلاقات ليتوصلوا إلى مستوى يمكن غير الشراقة غير التعاون أما إلى علاقات تبعية علاقات تبعية هذا أمر ضروري وهذا هو هدف نتوقع من هذه اللقاء في جينيف بين بوتين وجو بايدن أنا طبعا أعتبر أن أمل أن يتفق أطراف إلى كل نقاط مستحيلة بسبب أن موقف أمريكي الذي يتبين حتى في أيام الأخيرة ويام أبل اللقاء دليل لأن أمريكا لا تجاهل في موقف سابت بنجرة على روسيا وهذا موقف لا يناسب ولا يوافق برأي أنا بوتين على ما هو يقترح أمريكا لطرح على بيشات البحش في طاولة المفاوضات سيدة باسم هل توافقين سيد بيشلاب عذرا سيد بيشلاب على هذه النقطة تحديدا هل فعلا بدأ التصعيد الأمريكي على روسيا مع إدارة جو بايدن والأزمة الدبلوماسية التي حصلت قبل أشهر قليلة طرد الدبلوماسيين استدعاء أيضا السفير الأمريكي في موسكو كيف يمكن اليوم ربط بين كل هذه النقاط واتهام جو بايدن لبوتين بأنه قاتل رد على سؤال بهذا الموقف للرئيس الروسي أعتقد أن بوتين يحشى الدموقراطيين وبطبيعة الحالة هو يدرك أن اللقاء سيكون من موقع قوي من قبل بايدن خلافا للقائه مع ترامب الذي كان يبدو فيه في موقف أقوى من ترامب بطبيعة الحال هناك رغبة في خفض التصعيد وخصوصا في بعض القضايا الشائكة إلى جانب التعاون في مسألة منع انتشار الأسلحة النووية وهناك أيضا مسألة الهجمات السيبرانية وتصرفات روسيا في القطبة الشمالي والسورية وكذلك في أوكرانيا روسيا تصرفت بشكل أرعى في العديد من المناطق سيد ديشلاف عندما تصف الصحافة الروسية أيضا بأن هذه العلاقات تحتضر كيف يمكن قراءة اليوم أي قمة بين الرجلين وكيف يمكن التأسيس ربما لعلاقات مختلفة وتحدثت أنت عن الحاجة الأمريكية اليوم لبوتين طبعا نحن كنا نشاهد أسابيع والأيام قبل اللقاء المحاولة الطرفين ليكسبوا المواقف سياسيا للمفاوضات أن بعض التسريحات وبعض الأعمال ملموسة هي مواجهة ليقوى موقف كل من رئيسي في خلال المفاوضات طبعا إذا نحن نطابع هذه الأحداث الأخيرة في علاقات صنائية ممكن نستنتج أن هناك ري تحسين من طرفين لهذه العلاقات ولكن على أي أساس على أساس أن أمريكا يفرض إرادتها على روسيا مستحيلة تماما ومن كل متطورات الأخيرة واضح تماما أن هذا هي الهدف الأمريكي لماذا؟ لأنهم في الرأي عندنا أن أمريكا يمكن أن يتنازل موقف متشدد بحصوص أوكرانيا مثلا وتكسب من روسيا موقفها مواجهة إلى الشرق إلى الصين الشعبية لأن تواثر بين الصين وأمريكا تزداد حدة وطبعا صين لوحدها شيئا صين بتحالف مع روسيا شيء آخر وطبعا أحد أهداف ديبلوماسية أمريكية هي لكي يكسبوا روسيا أو بالقليل أن يدعوها إلى موقف حيادي حلال صراع صيني الأمريكي بشكل عام ولكن هناك خوف أن روسيا اليوم تنظر على مواجهة أمريكية روسية ليست من وجهة النظر العسكرية نحن نعتبر أن حرب النووية لا يمكن لا يسمح لها ولا أمريكا ولا روسيا ضد أمريكا ولذلك إذا نستشن حرب النووية بين دولتين دليل على أن أي مفاوضات حول مصير أمريكا وهذا لا يكون شيئا مقبولا ولا لي Путين ولا يشعب روسيا ولا لكل المؤسسات روسيا تنظر بين روسيا وأمريكا تنظر بين المؤسسات ليست هناك بايدن أو ترامب أو أوباما أو بوش هذه مواجهة سيطرت على روسيا و سنوات 30 سنة الماضية روسيا أعطت مثالا كيف يمكن أمريكا تتعامل معها هذه أيام انتهت أنا أعتبر بلا عودة سيدة باسمة رفع منسوب الخطاب هذه القرارة لسيد فيتشلاف ستحضر الملفات الساخنة جدا في جونيب في 16 من هذا الشهر اليوم الربط بين كل هذه الملفات في مقدمها القرصنة الاتهام الذي حصل الأزمة الديبلوماسية الاتفاقيات أيضا العسكرية والأمنية كيف يمكن ترتيب الأولويات بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة لبايدن أنا أتفق مع الضيف من موسكو بأنه يجب التعامل مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل وأنا أدرك أيضا أن ليس كل الدول ديمقراطية ونعرف أن أمريكا هي رائدة ديمقراطية في العالم ولكن عندما تتدخل روسيا في مسارنا الديمقراطي وفي انتخاباتنا فهي لا تكن لنا الاحترام وإنما تريد فرد إرادتها علينا وعلى من تكون الإدارة في أمريكا ولكن سيدة باسمة كيف يمكن ترتيب هذه الأولويات تحدث جو بايدن عن ملفات حقوق الإنسان في روسيا وعن أزمة نافالي تحدث أيضا عن العلاقات مع أوروبا وماذا تفرد موسكو من هيمنة ووجهت اتهامات أيضا مباشرة لبوتين الاتفاقيات التي تسألتك عنها الآن حلف شمال الأطلسي العلاقة مع موسكو أيضا التطورات في سوريا والتي تمسك بها روسيا بشكل كبير كيف يمكن ترتيب هذه الملفات قبل الوصول إلى نقطة العودة التي تحدث عنها سيد فيتسلاف أول أولوية ستكون مواجهة التهديدات السيبرانية لأنها تتواصل وتضر بالتجارة الأمريكية وبالأمنة لذلك أعتقد أن هذه ستكون الأولوية القصوى أليكسي نافالني بطبيعة الحال أثار انتباه وسائل الإعلام الأمريكية ولذلك جو بايدن سيتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا ولكن هذا ليس في المقام الأول من حيث الأولوية بالنسبة للإدارة الديمقراطية لبايدن لذلك الهجمات السيبرانية ثم العدوان الروسي حول العالم سيد فيتسلاف تطلع الإدارة الأمريكية في هذه العقوبات التي فرضتها على التضييق في عدن من الملفات سيدة باسمت تحدث عن الملف التجاري والمعاهدات الروسية الصينية الجديدة ولكن الأكثر إلاما بالنسبة للإدارة الأمريكية وقد كبدها خسائر فادحة هي ملفات القرصنة وتحدثت الصحفة الأمريكية بأن روسيا هي ملاذ آمن للقراصنة في حال لم تكن هي التي تشغل كل هؤلاء هذا الملف أيضا بالغ التعقيد كيف سيذهب للمواجهة الرئيس الروسي في جنب طبعا كل العقوبات الاقتصادية وسياسية وديبلوماسية كل هذه الخطوات من جنب الأمريكا تخرج قانون الدولة بوجهة النظر الروسية الشرعية الدولية في مجال اقتصادي تعتمد على منزمة الدولية لتجارة تجارة الدولية وإذا هناك دستور هناك أسس لتعاون بين اقتصاد بين دول العالم وإذا أمريكا تهمل إهمالا كاملا عند قوانين الدولية التي مرتبطة مع اقتصاد الحر روسيا لا تحترم هذا التصرف كذلك وأنا أذكر أن عقوبات اقتصادية كان الاتحاد السوفيتي تعيش أكثر من سبعين سنة يصد هذا شيء جديد بالنسبة لروسيا لأن روسيا بدأت من ألف تسومي سابطاش لحتى انهيار روسيا أو حتى بدأت بريسترائكا في ألف تسومي وخامسة وطماني كانت في العزل عزل اقتصادي وكانت مواجهة الاقتصادية وساسية ودبلوماسية بين دول غربية وروسيا لذلك ليس شيء جديد اليوم تواجه روسيا يرجع الروسيا إلى أيام الاتحاد السوفيتي من وجهة نظر أمريكي يمكن هذا ليس أفضل الخيار لأن في هذه زروف روسيا سيتكون مضطرة عن يعادة نظر عن ترتيب الأمور في داخل البلد الذي كانت تعتمد نتيجة أهد يلتين على إمكانية يكسب الفلوس من غز وبيترول ويشتاري كل حاجات واقتصادية وصناعية وزراعية من الخارج وعندما يفرض عليها الأقوبات اقتصادية في مجال أبيع المكينات أجهزة مختلفة ومواد زراعية دليل أنه مضطرين أن يتركزوا على الداخل على إمكانيات في الداخل البلد وهذا يتطلب تغيير الجزري لنزام سياسي في روسيا الحالية داخلياً وهذا هو ضغط الأمريكي يدفع روسيا إلى هذا الحال وأنا أتصور أن كل تشدد في موقف أمريكي هو ضدت قوة الموالاة إلى أمريكا في الداخل لروسيا الفيدرالية وهذا القوة اليوم قوة موالاة لأمريكا قوية هي تمثلها أوليغارح الروس مرتبطين مع أمريكا مع الضوء الغربية وأمريكا تحاول أن تشاجد تلك الأوليغارح وأقتاب الموال لأن يسقط نزام الروسي الحالي وهم يستغلوا وجود كل رأس مالهم في بنوك الغربية أطفالهم موجودين في لندن باريس أو جنيف أو واشنطن ولذلك لم ينجحوا في هذا الجهود إذا لا يوجدوا لغة الجديدة لتعامل مع روسيا ينتهي هذا ليس باستدام روسيا أمريكي بل ينتهي هذا استدام التواجه روسيا أمريكي بأن ينتهوا في روسيا مع كما يقول عندنا التابور الخامس الذي يمثلوا أكتاب الرسمال مرتبطين بكل وسائل سياسية عائلية وإقتصادية وفن إممالية مع دول غربية يحاولوا أن يشاجوا هؤلاء الناس لإسكاة النزام سيدة بسمة كل هذه التفاعلات بين الدولتين التي تحدث عنها السيد فيتسلاب عذرا أستاذ فيتسلاب هل ستخرج هذه القمة في جونيف على غرار القمة الأمريكية الروسية بلا أي نتائج أو اتفاقات وماذا لو ضم فقط تبريد هذه الملفات وهذا الاحتقان الحاصل من أين استبدأ الإدارة الأمريكية وتحديدا عندما تحدث عن تهديدات عن ضرع صاروخية عن دور حلف النيتو وهذا ما ترفضه موسكو أنا متشائمة إزاء هذه القمة في جونيف بين بوتين وبايدن على رغم أن هذه القمة ستكون وجها لوجه وهي الأولى من نوعها لن تكون هناك إنجازات كثيرة ستتحقق وبنسبة للعقوبات أود أن أقول إن روسيا لا يمكنها أن تواصل عدوانها في مناطق عدة حول العالم وتتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى صامتة هذا لن يحصل ونعرف أيضا أنه إذا حدث هناك تدخل عسكري فإن أمريكا تقوم باستخدام العقوبات ليست هي التي تبدأ بالتصعيد وإنما هي ترد ولذلك على روسيا أن توقف عدوانها سواء تقليديا أو عبر الهجمات السيبرانية كل هذه الانتقادات وهذه الاتهامات وما اختتم في المواجهة في المقابلة للرئيس الروسي سيد فيجسلاف من سيرتقت هذه الفرصة مع هذا الإصرار ومع التشاوم الذي تحدثت عنه سيدة باسمة أنا موافق مع سيدة باسمة أنا كذلك متشايم بنسبة لي ما في تفاول سابق واحد تصريح اليوم للناتق الرسمي كرملين دمتري بيسكوف الذي قال أنه حتى الآن ما في وضوح بنسبة لمؤتمر الصحفي المشترك بين بوتين وبيدن أنه يعني هذا شيئا بنسبة لكل المحللين أنه هذا يعني أنه ليست أمل على تقم روسي وأمريكي أنهم يستطيعون يتفقوا لحتى مع موقف مشترك يتقدموا أمام الرئيس العام العالمي إذا يرفضوا الآن أن يفكروا حول مؤتمر الصحفي مشترك عادة بعد مقابلات على هذا المستوى كل الطرف يتصل مع نقاط مشتركة وخلال مؤتمر الصحفي يستطيعون يتقدموا برأيهم خاص ولكن إذا ما في شيء نقاط مشتركة لا يمكن أن يتكلموا بمواجهة فقط على لغة المواجهة هذا هو سبب حتى لأن ما حددوا موعد المؤتمر المشترك هذا شيء وشيء آخر كل غموض الآن حول هذا الموضوع وفقط إشاعات أن هناك حاجة أمريكية لمواجهة الصين الشعبية ويكسب روسيا على جنبها أنا أتصور أن في أمريكا ناس عقليين يفهمون جيدا أن هذا مستحيلا تماما أشكركم جزيلا الشكر من موسكو من سيديوهات سكاينوز العربية الأكاديمية والديبلوماسية الروسي السابق فيتشلاف ماتوزوف ومن العاصمة الأمريكية واشنطن المستشار السابق في البيت الأبيض باسمة الغصين شكرا جزيلا لكما